شاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 37 من الحصة الرابعة أقوم تعلماتي عاشرا أحيط العدد الكسري الذي لا يقبل الاختزال ف4 على 8 يمكننا نختزله بربعة ربعة إذن نشوفه بالنسبة لعدد الكسري اللول فيمكننا نختزله 4 على 8 يمكننا نختزله بربعة بربعة إذن 4 على 8 ساوي 4 في 1 وربعة في جوج وربعة ربعة كتبقنا واحد على جوج إذن هذا يمكننا نختزله 3 على 9 كذلك 3 في 1 3 في 3 يمكننا نختزله ب3 في 3 كتبقنا واحد على 3 5 على 7 كنلاحظه ما يمكننا نختزله إذن العدد الكسري الذي لا يقبل الاختزال هو 5 على 7 5 على 7 نظور عليه 10 على 12 يمكننا نختزله إذا درنا 10 على 12 نديره 5 في جوج 6 في جوج 5 على 6 إذن 5 على 6 إذن العدد الذي لا يمكننا نختزله هو 5 على 7 ثم التمرين 11 وحيطوا العدد الكسري القابل للاختزال هذا المرة الذي يقبل الاختزال 6 على 7 ف7 لا يمكننا نفكه على شكل جداء عددين فبتلي هذا لا يمكننا نختزله وحيطوا العدد الكسري القابل للاختزال هذا لا يمكننا نختزله 11 على 13 لا يمكننا نختزله 7 على 6 أيضا 9 على 12 يمكننا نديره 3 في 3 على 4 في 3 اختزله ب3 على 3 وقالنا 3 على 4 إذن هذا يمكننا نختزله التمرين 12 وحيطوا أصغر مقام موحد لكل كسرين أصغر مقام موحد إذن نديره هنا يا 4 في 5 باش نحصلوا إلى 20 و5 في 4 22 12 6 كنلاحظوا 12 مضاعف لـ 6 إذن نديره 6 في 2 وفين ما ضربناه المقام كنضربه البسط في 2 أيضا طيب نحصله هنا يا لا المقام الموحد هو 12 التمرين 13 ووحد مقام كل عددين كسرين 8 هنا و3 هنا دل مقام الموحد هو ماذا هو 8 في 3 و3 في 8 في المدرم المقام كنضربه البسط 8 في 3 نحصله على 15 16 على 24 و16 على 24 جوج مع 4 جوج مضاعف أو لا 4 مضاعف لـ 2 إذن 2 في 2 7 في 2 جوج مضاعف أو لا 4 و9 على 4 مقام الموحد هو 4 فمغيرناش 9 لأنه 4 كذلك مغيرناش لأنه قلنا 4 هي مضاعف مضاعف لـ 2 فلذلك احتفظنا بـ 9 على 4 وجوج ضربناها في جوج كذلك 7 في جوج فيما مضاعف للمقام كنضربه البسط رابعا أقارن بوضع الرمز المناسب بعد توحيد المقام في دفتاري لدينا وحدوا المقام أولا ثم غادينا وضعوا الرمز المناسب فلاحظوا باشنا وحدوا المقام بشنا نديره 5 في 4 و4 في 5 لأن 5 ليس مضاعف لـ 4 كنضربه هدف هذا وهدف هذا وفيما مضاعفنا المقام كنضربه البسط في 4 في 5 فكنا نحصل على 16 على 20 و15 على 20 دبا كنقرنه 16 مع 15 فكنا 16 أكبر وبالتالي 4 على 5 أكبر من 3 على 4 وبنفس الطريقة قد نوحدوا المقام 3 في جوج في جوج في 3 في 3 في جوج 4 على 6 و3 على 6 4 على 6 أكبر إذن جوج على 3 أكبر من 1 على جوج ثم التمرين 15 ووحدوا مقامات الأعداد الكسرية التالية في دفتاري ثم أرتبها من الأصغر إلى الأكبر قد نوحدوا المقامات أولاً ونرتبها من الصغير تالي كبير إثنان 5 جوج 3 للمقام الموحد هنا نديره 3 في 3 في 10 باش تولي 30 في 10 2 في 15 باش تولي 30 1 في 15 ثم 5 في 6 2 في 6 أتولي هذه 12 على 30 وهنا تولي 15 على 30 وهنايا 20 على 3 وحدنا المقامات قد نشوفه البسط 12 15 20 إذن أصغر بسط هو 12 إذن جوج على 5 هو اللي صغير أصغر من ماذا؟ من 1 على جوج اللي هي 15 على 30 واحدة لا جوج أصغر من جوج على 3 اللي هو أكبر عدد من بين هذا الأعداد 20 على 3 التمرين 16 الحسة الخامسة بعد ساعتين من انطلاق سباق للدراجات من تنغير إلى الراشدية قطع إبراهيم إبراهيم قطع 3 على 4 المسافة 3 على 4 دي المسافة 1 دقطع 4 على 5 ومن قطع نصف دي المسافة أكشب اسم كل متسابق في المكان المناسب على المستقيم بعدة وحيد المقامات ومقارنة الكثور إذن سنوحد المقامات أولا 3 على 4 و 4 على 5 و1 إلى جوج إذن المقام الموحد هنا سنضر 4 في 5 و5 في 4 وجوج في 10 شكعتونه 20 20 في 5 في 4 في 10 وفينا نضرب من المقام كنت نضربه البسط أتقول لي هنا 15 على 20 و 16 على 20 و 10 على 20 ثم سنضربه البسط هو المتسابق اللي قطع أكبر مسافة أكبر مسافة يعني أكبر عدد كسري 15 على 20 16 على 20 10 على 20 إذن أكبر عدد كسري هو 16 على 20 وهي 4 على 5 يعني حدو 4 على 5 هو اللي قطع أكبر مسافة إذن أحدو قطع أكبر مسافة 1 بعده 15 على 20 يعني 3 على 4 3 على 4 إبراهيم جوج ثم 1 على جوج اللي هي 10 على 20 يعني 3 إذن أكبر إذن أكبر الإسم كل المتسابق في المكان المناسب على المستقيم قلنا بعد ساعتين لانطلاق السباق للدراجة من تنغير إلى الراشدية قطع إبراهيم 3 ديال الأربع 3 ديال الأربع ديال المسافة 1 4 على 5 ومونير نصف ديال المسافة ديال الذي قطع أكبر مسافة كما قلنا هو حدو وجدنا هنا المرتبة اللولة حدو المرتبة الثانية إبراهيم المرتبة الثالثة مونير الإجرسيس 17 أكبر ماتو المرتبة الثالثة المرتبة الثالثة أممتاة الثالثة المرتبة الثالثة وضع الرمز المناسب ثلاثة على ثمنية واحد على أربعة ساعتين واحدت المتسابق هناك ربعة في جوج ثمانية في جوج هتولي هنا يا جوج على 8 مع 3 على 8 إذن 3 على 8 أكبر نضربوه هنا يا في جوج باش تولي 12 في جوج هتولي جوج على 12 مقارنه همج على 12 إذن يساوي 1 على 3 أنا عندنا المقام 24 إذن 3 في 8 1 في 8 هتولي 8 8 على 24 إذن يساوي 1 على 3 1 على 24 1 كنا 1 في 8 و3 في 8 هي 8 على 24 8 على 24 و1 على 24 نفس المقام هتولي 8 مع 1 8 أكبر التمرين 18 اقتسم ثلاثة إخوة قطعة أرض قطعة أرض فأخذ أحمد جوج على 10 وعلي تولت وفاطمة 7 على 15 ولو الجزء الذي يمثله ما أخذه كل منهم بعد إجراء توحيد لمقامات في دفتارين إذن هذه القطعة الأرضية فهي مقسمة على 1 جوج 3 1 جوج 3 4 5 على 15 فاطمة خذات 7 على 15 إذن عندنا القطعة الأرض يمقسمة على 15 ففاطمة ستأخذ 7 على 15 3 1 جوج 3 4 5 إذن ستأخذ 7 على 15 1 جوج 3 4 5 6 7 7 7 على 15 ثم علي ستأخذ ثلاثة 1 على 3 1 على 3 ثلاثة نلاحظون هنا عندنا 1 جوج 3 4 5 ثلاثة سيأتي 1 جوج 3 ثلاثة ثلاثة في 1 جوج 3 4 5 يأخذ 5 ثلاثة إذا قسمنا هذه القطعة هذه على 3 1 جوج 3 كلها ثلاثة في 1 جوج 3 4 5 إذن 1 جوج دي لونه 5 3 ثلاثة 4 5 ماذا عالي أما أحمد جوج على 10 جوج على 10 شحال هي اللي اختزلناها هتولي 1 على 5 لأن 5 في جوج جوج في 1 اختزلو في جوج تبقى 1 على 5 إذن سنرى 1 على 5 الخمس 1 جوج 3 4 5 الخمس لا يجي فيه 1 جوج 3 4 5 إذا قسمنا على 5 يجي 3 إذن هدي أخذ 3 3 فاطمة 7 على 5 أما علي فخمسة على خمسة عشر وبهذا ننهي تمارين صفحة سبعة وثلاثون نلتقي في الصفحة ثمانية وثلاثون كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الرابع والتي يضايرة أمامكم في البلايليست وبنرجع إلى أسفل الفيديو في صندوق الوصف إلى اللقاء